واجهت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما شركات التأمين المحلية بوضع خطة زمنية للإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ساما تستهدف من هذه الخطوة تحسين الأداء التشغيل للشركات وإبعاد الشركات الخاسرة منها عن التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد هيئة السوق كانت منحة هذه الشركات مهلة سنة تنتهي في 22 أبريل 2017 لتعديل أوضاعها لكن ما هي المبادرات التي قامت بها ساما في قطاع التأمين بالسعودية لخدمة هذا القطاع أولا مبادئ حماية عملاء شركات التأمين كانت أولى الخطوات التي قدمتها ساما للقطاع قامت أيضا بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين على الشركات لائحة بحوكمة شركات التأمين وأيضا أصدرت لائحة لجان المراجعة بشركات التأمين وقامت بتوجيه شركات التأمين لوضع خطة لعملية تجنيب التصفية وهذه الخطوة الأخيرة التي قامت بها بناء على نظام الشركات الذي سيدخل حيز التطبيق ب2017 لكن التوجيهات أيضا بالنسبة لساما هناك عدة أهداف منها أولا إبعاد الشركات الخاسرة عن التصفية قبل دخول هذا التاريخ الثاني والعشرين من أبريل هناك عدد من الشركات الخاسرة حتى الآن خسائرها تفوق الرأس المال عددها ست شركات من قطاع التأمين الإجراءات المقترحة لهذه الشركات حتى الآن إما أن تقوم بعقد اجتماعات مجلس إدارتها وأن تقدم حلول مالية طارئة وأيضا الهدف من هذه الاجتماعات بطبيعة الحال إما أن تقوم هذه الشركات بعملية الاندماج لزيادة رؤوس أموالها أيضا أو زيادة الاحتياط القانوني بالنسبة للشركات أو أمامها حل آخر هو رفع أسعار المنتجات التأمينية لكن ما هي التحديات التي قد تواجه شركات التأمين خلال هذه الفترة وخلال إعادة الهيكلة ضعف رأس المال يشكل واحدة من المشاكل الأساسية لهذه الشركات الخاسرة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وأيضا تراكم الخسائر لدى الشركات إلى جانب المنافسة مع الشركات التي لديها ربحية وتستحوذ على حصة أكبر بالسوق وعدم توفر نظام تسعير ملائم بالنسبة للشركات لكن إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات الحالية وقطاع التأمين السعودي في أرقام لدينا 35 شركة حتى الآن مدرجة 26 شركة تزاول نشاط التأمين الصحي 27 شركة مؤهلة لخدمات التأمين العامة هناك 10 شركات مؤهلة لتقديم خدمات الحماية والادخار والرأس المالي المجمع لكل هذه الشركات يصل إلى قرابة 12 مليار و700 مليون ريال سعودي وهي 50% من هذه الشركات تمثل قطاع التأمين التكافل للعالمي إذن شركات التأمين المدرجة هي نسبتها 50% من التأمين التكافل العالمي ماذا عن معدل إنفاق الفرد على التأمين داخل المملكة العربية السعودية إذا ما قررنا طبعا الربع الأول ب2015 كان قرابة 1331 ريال كان في زيادة بقرابة 10.4 بعمليات الإنفاق على التأمين وصلت إلى حدود 1469 ريال بالربع الأول من 2016 أما إجمالي أقصات التأمين المكتتبة في السعودية أيضا كان فيها قفزة بقرابة 10.8% وصلت بالربع الأول إلى حدود 11 مليار و300 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من 2015 10 مليار و200 مليون ريال لكن صافي المطالبات المتكبدة كان أيضا فيها نمو بالنسبة لهذه الشركات قفزت إلى حدود 5 مليار و680 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول ب2015 والتي كانت بقرابة 4.990 مليون ريال أنشطة شركات التأمين بالسعودية تتوزع كالتالي التأمين الصحي استحوذ على نسبة 48% وهي الحصة الأكبر المركبات تأتي في المرتبة الثانية بقرابة 38% والتأمين العام بقرابة 12% أما تأمين الحماية والادخار فحصته من هذه الشركات قرابة الاثنين في المئة أما الأرباح المجمعة لقطاع التأمين كان أيضا لدينا نمو فيها بحدود 2016 للربع الأول قفزت إلى حدود 315 مليون و400 ألف ريال مقارنة بـ 23 مليون و200 ألف ريال الحصص بالنسبة للشركات ما زالت بوبا العربية تستحوذ على النسبة الأكبر من حصتها بالسوق السعودي 21.6% التعاونية 15% مدغلف للتأمين 10.9% ملاذ بـ 10.5% تكافل الراجحي 4.7% وأكسى التعاونية بقرابة 4% والشركات الأخرى على النسبة الباقية في السوق السعودي ترجمة نانسي قنقر